جاءت أوامر سموي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء منعشة لمتنوع القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين ومؤطرة لعمل مختلف المشاريع الاستثمارية التي تعتمد بقيامها على حيوية التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص نعم خطوات حكومية حاكت المصلحة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تقوية وضع التاجر البحريني وإتاحة فرص التطور أمامه وضبط ملف العمالة السائبة وخلق الفرص للمواطنين كأولوية دائمة إن الأهمية المطلقة بين سطور الأوامر التي صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تكمن بحتمية عرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك للنمو لمواصلة الدفع بعجلة العمراني وتنشيط المشاريع العقارية في المملكة من خلال إلغاء رسوم البنية التحتية فضلا عن تسهيل الحصول على الأيد العاملة اللازمة وخلق الفرص المناسبة للمواطنين تحقيقا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تحقيق النهضة الاقتصادية وتعزيزها في المملكة قرارات أفضت إليها تلك النظرة المستقبلية التي تقرأ حاجة السوق وتصحيح بعض المسارات ولعل إلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل جميع العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتجديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات تعكس حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية وسيقود نحو حصول انتعاش في السوق البحرينية والمساهمة في إيجاد منافسة بين متنوع المؤسسات البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة والنغوض أكثر في بناء المؤسسات الكبيرة خطوات حكومية مؤثرة وحزمة مبادرات سينعكس تأثيرها المباشر على طبيعة الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية وستقود نحو إتمام عملية تنقيح نموذجية للقطاع التجاري والاستثماري في مملكة البحرين وستضمن حصول رضا واسع من قبل أطراف الانتاج كافة حيث أن تلك الأوامر من شأنها أن تلبي مطالب العاملين في السوق البحريني وأصحاب الأعمال بمختلف فئاتهم لضمان رؤية نتائج إيجابية مباشرة تطرأ على بدن الاقتصاد الوطني قرارات سمو وولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت بعدما تم استفاء الدراسات اللازمة التي تم إجراؤها لتصب في صالح التاجر من جهة والمواطن من جهة أخرى فالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية متكاملة ومتحققة فيها عن طريق تقوية وضع التاجر البحريني وإتاحة فرص التطور له وضبط ملف العمالة السائبة وإيجاد فرص عمل كبيرة جدا وطرحها أمام المواطنين بما يسهم بشكل واضح وملموس في تحقيق استقرار القطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا